فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروعي قرارين لكل من الولايات المتحدة وروسيا بشأن غزة واستخدمت روسيا والصين حق النقض وأفشلتها مشروع القرار الأمريكي الذي لا يدعو إلى وقف العمليات العسكرية في غزة ويشدد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها فيما فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع القرار الروسي الذي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة فشل مجلس الأمن في التصويت على مشروعي قرارين أمريكي وروسي حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة حيث قوبل مشروع القرار الأمريكي بفيتو من روسيا والصين أما المشروع الروسي رفضته الولايات المتحدة وبريطانيا هذا وحثت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيل دول الأعضاء بمجلس الأمن على اتخاذ خطوات ملموسة للحيلول دون توسع الصراع أما المندوب الروسي قال إن الأنانية منع جهود التوصل لتهدئة في غزة ومجلس الأمن عجزة عن تقديم رسالة موحدة بشأن التهدئة هذا وتتجه الأنظار إلى الجلسة الطارئة للجمعية العامة التي ستناقش قرار سيتم التصويت عليه يوم الجمعة بحسب تصريحات المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة السفير رياض منصور الذي قال إن الشلال في مجلس الأمن يؤكد صحة توجه المجموعة العربية للجمعية العامة للأمم المتحدة لأن مجلس الأمن أصبح مشلولا عن اتخاذ أي قرار بحسب تعبيره حيث من المتوقع حجدوا الرأي من أجل التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين عن أراضيهم كما شكر منصور الأمين العام أنطونيو جوتيريش في دفاعه عن القانون الإنساني الدولي معتبرا أن العالم بحاجة إلى قيادات حاسمة تدافع عن القانون الدولي